تركيا باتت ملاذا للهاربين من دول المنطقة والعالم وسط تعدد التقارير التي تشير إلى استقبالها أشخاصا مطلوبين فما الهدف من ذلك وما الأثمان في المقابل معنا من بيروت الخبير في الشؤون التركية خرشيد دلي مساء الخير أستاذ خرشيد مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار نتحدث عن تقارير تشير إلى أن تركيا تستضيف عدد متزايد من المطلوبين من المشتبه في قيامهم بأعمال غير قانونية من السياسيين الهاربين إلى آخره هناك عدد من الشخصيات الموجودة في تركيا منذ فترة طويلة من تنظيمات متطرفة إلى آخره بداية ما الذي يجده هؤلاء في تركيا حتى يلجأون إليها تحياتي لك سيد معند ولمشاهدي سكاي نيوز أعتقد منذ إسقاط حكم مرسي في مصر هناك حالة باتت صاهرة لافتة في مسألة استضافة أو احتضان تركيا للعديد من قادات المجموعات المسلحة سواء من سوريا أو من ليبيا أو من جزائر حتى بعض رجال الأعمال أو مصر أو غيرهم بالتأكيد هناك أسباب كثيرة لمثل هذا الأمر أولا هناك بعض الأسباب هي أيدولوجية تتعلق بأيدولوجية حكومة حزب العدالة والتنمية التي تدعم جماعات الإسلام السياسي وجماعات الإسلامية المتشددة ولو أجرينا نظر بسيطة إلى هؤلاء ومن هم سنجد أنهم معظم من هذه الجماعات الأمر الثاني ربما هناك أسباب مالية وراء هذه الشخصيات نظرا لأن قسم كبير من هؤلاء لديهم ملفات مالية تم تحريب الأموال والزهب وغير ذلك إلى التركيا الأمر الثالث أنا باعتقادي لماذا هؤلاء يلجؤون إلى تركيا لأن هناك تركيا ربما الدولة الوحيدة الآن بهذا المستوى تؤمن لهؤلاء نوع من الحماية وتعطي أيضا لهم فرص العمل السياسي من داخل تركيا لنتذكر مثلا بالحكيم بالحاج الذي كان يتزعم المجموعة المقاتلة الليبية هذا الرجل الذي كان من القاعدة ومطلوب على لوائح إرهاب فجأة مثلا ظهر في تركيا والآن يمتلك شركة طيران ويمتلك قناة تلفزيونية وهناك حديث عن تهريبه لنحو 70 مليون دولار وغير ذلك من أطنان من الزهب إلى تركيا وبالتالي مثل هؤلاء عندما يجدون في تركيا منفزا ومتنفسا ونوع من الحماية والاحتضان وبالتالي يلجؤون إليها وهذا يكشف جزء من أدوات السياسة الخارجية التركية التي اعتمدتها تركيا في كيفية التعامل من جهة مع تنظيمات الإسلام السياسي وجماعات المتشددة من جهة ومن جهة أخرى كيف أن تركيا تحاول من خلال هذه الأدوات التأثير على العالمين العربي والإسلامي من خلال دعم هؤلاء ومحاولة إيصالهم إلى السلطة سواء عبر انتخابات تجري هنا هناك أو حتى بالقوة كما تحصل في بعض الدول العربية طيب سيد خرشيد أرجو أن تبقى معي سنعود لمتابعة هذا النقاش ولكن دعنا قبل ذلك نستعرض هذا التقرير الذي يتحدث عن هذا الموضوع بنوع من التفصيل إذ كشفت تسريبات عدة عن لجوء العديد من رجالات العصابات والهاربين من مراحقات فساد في بلادهم إلى تركيا آخرها هروب شقيق الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى تركيا حيث يمتلك استثمارات عدة فضلا عن شخصيات سودانية أخرى مرة أخرى تتصدر تركيا المشهد كملاد آمن ووجهة للعصابات والهاربين من ملاحقات الفساد في بلادهم فالأبواب التركية مشرعة وفقا لملفات مسربة كثيرة على مسرعيها ليس فقط لجماعات إرهابية ومطلوبين في قضايا أمنية ولكن أيضا لمجرمين وفاسدين تقدم لهم التسهيلات فيتحركون فيها بحرية دون حسيب أو رقيب آخر التسريبات عن طورة أنقرة في إيواء الفاسدين كانت حول الشقيق الأصغر للرئيس السوداني المعزول عمر البشير فبحسب تقارير عدة تمكن العباس البشير من الهرب إلى تركيا حيث لديه وشقيقه الآخر عبدالله استثمارات عدة فضلا عن امتلاكه عقارة وأصولا كثيرة العباس لم يكن الوحيد من الشخصية النافذة في السودان ممن لجوا إلى تركيا فسفير الخرطوم السابق لدى واشنطن محمد عطا المولى ورئيس جهاز الأمن والمخابرة السابق صلاح قوش غادر أيضا إلى هناك وقد تمكن عطا المولى من تحويل مبالغ ضخمة إلى حسابات تركية وفقا لمصادر وفي الجزائر أيضا كشفت تحقيقات قضائية عن وقائع فساد وتهريب أموال لتركيا شملت تحويل رجل أعمال تركي مقرب من أردغان لحوالي 36 مليون دولار إلى مصارف تركية عبر شركة وهمية مع بداية الحراك الشعبي قبل نحو ثلاثة أشهر ولا تقف الأمور عند هذا الحد فحسب فتعاون نظام أردغان مع العصابات وصل حد استقبال قيادة المافيا الروسية التي ستعقد اجتماعا سريا في العاصمة أنقرة خلال الفترة المقبلة بحسب وسائل إعلام روسية دعم الفساد والعصابات في تركيا بلغ أعلى مستوياته إذ كشف تقرير لوكالة بلومبرغ عن شبكة علاقة غامضة تربط أردغان بالرئيس الفنزولي نيكولاس مادورو ضمن منظومة تجارية نعود الآن إلى ضيفنا في بيروت الخبير في الشؤون التركية خرشيد دلي أستاذ خرشيد كما جاء في التقرير نتحدث عن آخر مثالين عما يجري من تطورات السودان والجزائر أيضا من السودان يبدو أن هناك بعض المسؤولين الذين قرروا الفرار واللجوء إلى تركيا وأيضا في الجزائر عمليات مشابهة لكن اللافت أيضا مما جاء في هذا التقرير أن الشخصيات هذه التي تلجأ إلى تركيا لا تقتصر على شخصيات مرتبطة بتيارات الإسلام السياسي نتحدث هنا عن المافيا الروسية بحسب وسائل الإعلام الروسية نتحدث عن علاقات مع الرئيس الفنزولي نيكولاس مادورو علاقات مشبوهة كيف نفسر هذه المسألة؟ قد يكون مفهوما مسألة التيارات الإسلام السياسي أما المافيا الروسية تلجأ إلى تركيا في هذه مسألة لافتة ما رأيك؟ حقيقة هذا الأمر يكشف طبيعة المافيوي لطريقة إدارة النظام في تركيا للملفات المالية والأمنية والسياسية صحيح هناك بعض أيدولوجي كما تحدثنا من خلال دعم حركات الإسلام السياسي ولكن أيضا في تركيبة النظام التركي هناك عمليات سرية تفضح كيفية العلاقة مع التنظيمات الأرهابية والتنظيمات التي تعلق بالمافيا وحتى بالأنظمة الفاسدة نحن عندما نتحدث مثلا عن فنزولا نحن هنا لا نتحدث عن دولة رسمية ولكن أردوغان أدرك مثلا لحظة الأزمة الفنزولية وذهب باتجاه عقد اتفاقيات بين أجانبين وبالتالي تم تهريب ما يقال عن 360 طن من الدهب الفنزولي أي بما يساوي نحو 19 مليار دولار حسب المعارضة الفنزولية تم تهريبها إلى تركيا أيضا على سعيد المافيا الروسية كان هناك علاقة تاريخية في هذا المجال سواء في مجال الاتجار بالبشر أو في مجال المخدرات أو في مجال غير ذلك من التجارة الغير المشروعة قضية مثلا رجل الأعمال التركي رضا ضراب الذي تم اعتقاله في أوليات المتحدة هذا الرجل خلال محاكماته السابقة كشف عن ملفات فساد وملفات مافيا هائلة من خلال إدارة مباشرة للحكومة التركية هؤلاء الرجال الأعمال الذين لا ينتمون إلى التنظيمات السياسيين ويقوموا بالتهريب الأموال إلى تركيا هي لا تجري من لا شيء استاذ مهند هناك جهة داخل الحكومة التركية تقوم بإدارة هذه الأمور وهناك تقارير تحدث مثلا عن وزارة الخارجية التركية من خلال أوامر غير رسمية أو بمعنى شفة هي تعطى لهم ويتم إدارة هذه الملفات ونقل الأموال إلى هناك هذا يكشف من جانب الطبيعة المفاوية للنظام تحديدا حتى في تركيا وتركيا معروفة كدولة تمتلأ بمثل هذه المافيات ولكن الغريب في الأمر أن يتم إدارتها رسمية من قبل الحكومة أولا ومن ثم إعطاء الحكومة التركية نوع من البيئة الآمنة أو الحاضنة أو الشرعية لهؤلاء الذين متورطون في هذه القضايا التي تتعلق بالتجارة والفساد وغيرها من الملفات الخارجة عن القانون والتي تصل أحيانا إلى حد الإرهاب أو خرق العقوبات الدولية على بعض الدول المفروضة من خلال أجانب التركي شكرا جزيلا لك الأستاذ خرشيد دلي الخبير في الشؤون التركية كان معنا من بيروت ترجمة نانسي قنقر شكرا جزيلا لك